اخوتي اخواتي السلام عليكم اتمنى تكونوا بخير ويرزقكم ربي الفضل والتسير وارزق الكثير. مرحبا بكم معنا في قصة جديدة. لما نطول عليكم هندخلوا مباشرة بسر تفاصيل جريمة اليوم. القصة قصة مشوقة قصة طويلة وغدا الدينة لتركيا وبالضبط للمدينة اسطنبول. النهار تسعى دوشت من عام 2008 وبالضبط مع الجوجو ربع مركز الشرطة للمدينة اسطنبول اتصال من واحد الوتل كان في شارع الاستقلال. ما يقول هذا الاتصال؟ يقول ان يجدوا واحد البنت مقتولة في واحد الشامبر في هذا الوتل هذا. هذا الوتل ما كان شيء واعر شيء مصنف. انما غير من ذلك الوتلات الرخاصة من النجماء والنص تجوج نجمات. عندما يجبوا البوليس يشاهدوا ماذا كانوا فعلا البلغ صحيح. كان بنت مقتولة ومحطوطة فوق النموسية. من نظرة الأولى على البنت يعني من خلال لبس ديالها والطريقة اللي كانت دائلة بها الماكياج كاتبا بانها واحدة من بنات الليل. يدها ألقوهم مربوطة. ثم ألقوهم مسجود بواحد سكوتش. وجهها ازرق كامل مضروب. يعني باين بالليل البنت تكرفص عليها مزيان قبل ما يسفوها. المهم احدى الناموسية اللي كانت فوقها الناموسية اللي كانت فوقها محطوطة. من الذي يقلبه؟ ألقوه فيه الفلوس ديالها. الماكياج ديالها وتليفونها وذلك الشيء كامل اللي كان يخصر كل شيء يتم من غير الهوية ديالها هي اللي ما كانت. البوليس جميلة شيء عادي حيث إذا كانت هذه البنت فعلا بنت الليل فعلا بنت خارجة طريق. فالأغلبية ديالها تبنت هذا ما كيهزوش معهم لايكارت. ما كيهزوش معهم الهوية ديالهم. واحتمس مياتهم كيهضوها اسماء مستعارة. تسميات كيكونوا بطلينهم فاش يتعاملوا مع الكليل. المهم فرقة الأدلة الجنائية فاش بداية الخدمة وبغاية ترفع البصمات اللي كانت في ذلك الشمبر. غايت يتفاجأوا باللي هذيك الشمبر فيها بزاف ديالبصمات. ويمكن كين ماشي على عشرة كلمئات ديالبصمات. يعني من المستحيل انهم يعرفوا البصمات اللي غادي تكون متعلقة بهذه الجريمة هذه. لماذا كان بزاف ديالبصمات؟ حيث فيها تدخل الخروج. وحيث هذا الوطيل تعتبر من ذلك الوطيل الخاص بزاف. فعادي انهم يلقوا فيه بزاف ديالبصمات. كانت الداخل والخارج كما قلنا. ولو انتخلتين يعني اللي كي يجيين اضاف ويسياق ويقاعدوا ويمسح ما كيكونش بزاف. مرة في الشرق او في الشرعين. هذا النوع ديالفنادق لا تكون فيهم اللظافة بالزعف. المهم من البوليس لاحظوا اللي الشرجم ديالبيت محلول. البالكو اللي في هذا الشرجم هذا اما لاسق مع الدروش ديالطوارئ دياله بحل. من اللي سؤولوا الموظف ديالستقبل اللي كيكون في الرسبسيون. سؤولوا وقالوا لواشنطن اللي حليتي دك الشرجم فاش دخلتي للشومبر اللي في وما بغيت نقصف احتجي عشان. خليت كل شي كما هو عليه. ديالك استعمل اشتاء مقتولة؟ جيت وعيت لكم. البوليس من بعد هذا الجواب اللي اعطاهم السيد. سؤولوا على واحد شيء. قالوا له هاد السيدة فجت. واش كان معها شي واحد ولا لا. قال لهم اه كان معها واحد السيد. قالوا له واخ. ايوة وانت. شنو تطلع تدير في الشنبر. يا كلنا سكروا من عندك. شنو تطلع تدير الموظف في الاستقبال هنا. بدأ يدخل ويخرج في الهضرة. قال لهم حقا. هم اللي طلبوا مني نجيب لهم شيء يشربوها. هم اللي طلعت عندهم وابقيت ندق حتى واحد ما حل عليه الباب. وانزلت. انزلت. جاءت الضوبل السهل وتدير لك البيت. وحليت وانا الراغس. قالوا له البوليس. يا سيدي. ما تشيرها. ما يمكن. هذا القاعد يرى ما تدار في حتى شيء اوطيل في العالم. ما تكون عنده غير نجمة واحدة. روخة يكون عنده ناقص نجمة ما تدارش هذه المسألة. ما كينش يموت ضغط الاستقبال. يجيط على الناس. ومن اللي ما يلقاهمش. يمشي يجيب الساروت. وينتحك الخصوصية ديالهم ويدخل ديركت للشامبر ديالهم. كيف أنت. وصبت لهذه الجرآ. أنك تجيب الساروت وتحل عليهم البعض. هذا الشيء لا تدخل للقاعد. قالوا له أخي سيدي وزلك هذه المسألة. أعطينا الاسم ديال السيد والسيدة التي كانت معها. الناس الذين كروا من عندك هذا الشامبر. غالبا أنتم لا تسجلوا هذا الشيء. أي شخص يكري. تسجلوا سميته. المرض لكارت المعلومات كامل. جاءهم موضة باستقبال وقال لهم صارحة فاش بغوا يأخذوا الشامبر. طلبت من أنهم يعطوني بطاقة لهوية ديالهم. ولكن هما قالوا لي دابا نحن نعيانين. حتى نغدى. ونعطيك كل شيء. نعطيك كارت ونعطيك معلومات كاملة. قالوا له البوليس. يا كاسيتي. هذا ركت دخلتها يلا قل. لا تنقش شوية من هذا الكتوب هذا. قل لي نانيشا ركت كري. الغرف. يعني الشامبر هذي كريسي في هذه الساعة. بالأصحاب الضعارة. وماذا تشعروا لهم. فاتوا ساعة. وحلت عليهم الباب ساعة. ما تخرجهم. الموظف هنا من اللعاقوا به البوليس. ماذا يفعله؟ يطلبوا ويرغبوا ويزاوغ فيهم. يقولوا معاكم. لا تحرقوا لي الخبز علي. لا تقولوا لهم شيء. سوف يجرع عليهم. حيث ملوطن 100% سوف يجرع عليهم مباشرة. في هذه اللحظة البوليس مدوا هشقاف هذرتهم. قلوا لهم شوف. بلا ما تقوي علينا الهذرة اللي ما عندنا بها غارات. ووصف لنا السيد اللي كان مع هاد السيدة هنا في البيت. قل لنا الشكل دياله كي كان داير. كلهم صراحة الملمح دياله ما بقيتش عقل عليهم مزيان. اللي عقل عليه هو أن السيد كان سمر شوية. لابس كل شي كحل وداير كاسكيطة. وبين في الجسد دياله انه كيتريني. يعني عامر السيده مفتول. أما بالنسبة للعمر دياله فغالي يبنع يكون ما بينك ثلاثين وخمسة وثلاثين عاما. كلهم اللي عطيته السارد من اللي اشتو طالح هو والبنت من تم ما عاود شفته نهائية. البوليس في هذه اللحظة طلبوا منه باش يديروا مراجعة الكاميرات المراقبة ديال اللوطيل. ولكن للأسف اللوطيل عاود مدير حتى كاميرا. وذلك لماذا؟ قرروا انهم يمشيوا المحلات اللي جاءوا حدى اللوطيل اللي أم فاصم معه باش يخطوا منهم التجيلات ديال ديالة اللي وقعت فيها هات جارينا. المهم بالنسبة للجدد من بعد ما تصفت المركز الطيب الشرعي. وقت الوفاة كانت ما بين الوحدة والجوجة ديالة. السبب الوفاة هو الخنق. بالنسبة للدم ديالة البنت لم يكن لديه أي شيء مخدر من غير شراب. المحقيقة من قلب تليفون ديالة البنت لديه من بين النمار الذي تصل بهذه البنت سواء شحال هادي ولدك النهار اللي وقعت فيه الجريمة لقوا واحد الرقم يتصل بهذه البنت باستمراء ويعيط لها كل نهار. البوليس اهتموا بهذا الأمر واخذعوه. سجلوا عندهم وتواصلوا مع شركة الاتصالات باش يعرفوا ديال من هذه المراهة. هنا لقوا بأن هذا الرقم اسمته حمزة. هذا حمزة عنده 41 عام. عنده واحد لوطيل حتى هو جاغيت بما في شارع الاستقرار. البوليس اللي توصلوا بهذه المعلومة أمشوا عند هات السيد اسمته حمزة مباشرة. وصلوا عنده. والراوحة الصهيرة عادية البنت. البنت اللي تقتلت. وصولوا. قالوا له فلان. واش تعرف هات السيدة ولا الله؟ السيد ضار بها بنكرة. دراسه لا يعرفه هاش. ولكن من اللي يبدأ وقد يضغطوا عليه وقد يزيروه. وقد يقولوا له باللي إلا ما قلت لها حقيقة فارك. غادي أنت كنت المتهم الأول والواحد. فهذه الروحة. فهذه القديد القتل. قالوا له أنت آخر واحد التعاصل بهذه البنت في الليلة التي تقتلت فيها. السيد فتسمع هذا الهضرة؟ مباشرة. قال لهم أن أقول لكم الصراحة. كلهم آية. هذه السيدة كان عارفة. هذه السيدة اسميتها ويصال. ولكن هذا ويصال واسميتها الحقيقية ولله الله أعلم. المهم هو قال للعلاقة دياله بهذه البنت هذه محصورة غير في الخدمة. يعني في الوقت الذي يأتي عندهم شي سائح أجنبي بغي يبدل الجو بغي زها شوية هو يتصل بهذا ويصال لكي تأتي عنده. هي تتخلص في الليلة ديالها وهو يأخذ الصمصيرات دياله الناصب دياله. المهم أراكم فهمتوا ما هو نوع الخدمة الذي يقوم بغي زها الويصال. أما بالنسبة لديك الاتصال الأخير الذي كان بنادهم يعني بين السيدة وبين ويصال قال لي هم أنا اتصلت بها لكي تدوز عندي الوضع. لماذا؟ قال لي هم حتى كان واحد كليان يدار عليها الضموند بشكل خاص هي. قالوا اجيب لي فلانا. قال لي هم أنا بقيت كنت سنة لكي تتصل بها لكي تكون فيرمي معايا وجي الغد لي ولكن في الأخير لقيتكم واقفين عنديها وقد قلوا لي البنت أصلا رهات وفات قالوا لي المحققين وخا سيدي ده بقول لي انت فيكتين بارح يعني انت فيكتين الليلة دي الوقوع الجريمة قال لي هم أنا كتتخدم عادي فلوطيل لي وما خرجت منه حتى اللغت لي الصباح قال لي هم لا بغيتوا تتأكدوا سؤولوا أي واحد خدام هذا سيأكد لكم حضرتي كاملة وفعلا من سؤول الناس الذين يعملون في لوطيل صرحوا بأن السيد كان يعمل الليلة كاملة لا أخرج من لوطيل حتى اللغت لي في الصباح أما بالنسبة لكاميرا المراقبة حتى هذا لوطيل لا يوجد كاميرا لا يوجد لهم فلوس لديهم ولكن لا يوجد لهم لا يوجد لهم لا يوجد لهم لا يوجد لهم في هذه اللحظة دعوا الوطيل أكدوا بأن السيد فعلا كان تتأكدوا بأن المراقبة المراقبة التي تتأكدوا وفي الساعة تأكدوا أن يقول صحيح تأكدوا بأن هذه الليلة فعلا لم يخرج من اللوطيل حتى الغد في الصباح المهم في هذا الوقت خرجت قرير من المعمل الجنائي يقول بأن قدرنا وصلوا للشخص الذي كان مع ذلك البنت وهذا من خلال السكوتش الذي يجعله على الفم البنت يعني في الطرف السكوتش كان رائق الخينة التي تستطيع عليها السكوتش لأن يستطيع البنت ثم السكوتش بقى فيه شوية من اللعاب هذا الشخص من الدفل ومخضروا شوية من اللعاب وقدروا يجبدون من هذا الشخص مع الناس الذين المجرمين الذين كانوا مشتبه بهم في قضايا يعني 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 هذا السيد عنده السوابق والله سيجدون أصلاً هم برحصهم رأيهم تقريباً عمص البوليس في اسطنبول يكتشفون أكثر من جريمة قتل كاملين الضحايا بنات الليل وهذه البنات كاملة تصفت لهم بنفس الطريق وحتى مكانهم مربوطين وسدين فمهم بالسكوتش ودائما البوليس الذين يقلبوا هذا السكوتش يجدوا فيه نفس لدئين يعني هذا الشخص قاتل المتسلسل الذي يريد يقطع السكوتش ويقطعه بسنانه ويقلبوا على هذه العملية البوليس الذين كانوا يحطوا في هذه القضايا والذين يشاهدوا أراثهم أنهم لم يتصلوا إلى شيء نتيجة يضعوا الملف إلى جنب يحتفظوا لدئين ويتلاحوا في قضية جديدة المحققين هنا من الذين يسمعون هذا الشيء تأكدوا بالله هذه القضية ستكون تابعة للقضايا السابقة التي تركونا في المجهورة حتى أبعث أصحابهم ويذهبوا أنهم يبحثوا في القضية وفي الأخر لم يتصلوا إلى شيء لا يكون هناك دليل لسيء الدائين الذي تجدوها هذا الشيء سيقوم بمجهورة وإذا كان مؤقتا سيقوم بإدماع أقوم بإدماع جدا من المتحدث يقارنه لديك ولكن هذه المحققين قبل أن يكون يستفق ستكونوا إلى الاتصال من المختبر الجنائي يقول لهم باللي صافي راه القينا ليكم مول لادئة هاد السيد اللي عامونس وانتو ما كتقلبوا عليه راه القينا كيفاش لقيتو ايوه سيدي نهار اثنين بالعشية واحد من مراكز الشرطة اللي كان في اسطنبول كيتوصل بلاء من عند واحد سيدة كتقول باللي راجلها من النهار صبته هو غابر كتصل بيب تليفونه ولكن تليفون طافي هاد السيدة اعطت لبوليس المواصفات دي راجلها اعطتهم شنو لابس اينا الطموبيل اللي كانت عندو وعطتهم حتى تصويرته فبالصدفة الشرطة في هادك النار لقاوا الجتة ديال واحد سيد محرك كامل هم من اللي قارنوا المواصفات ديال الزوج ديال السيدة بالسيد اللي لقاوا محرك يعني الطول دياله الشكل دياله الخارجي لقاواه تقريبا كي شبه له فبما ان هاد المرأة ما غاديش تقدر تتعرف على الضاحية لان الجتة محركة كاملة شنو دارو طلبوا منها البوليس باش تعطيهم شعينة من الشيطة ديال السنة ديال الرجلة علاش باش منها غادي ياخدوا شو يد الريق ويديروا لها فحص لدائن علاش باش يقارنوها مع لدائن ديال السيد اللي لقاواه محرك بيشوف واش فعلا رجل هاد اللي محرك فهما من اللي يجا ويقارنوها الجوش ديال الفحوصات القاواه لدائن ديال السيد اللي غابر ما منطبقاش مع لدائن ديال السيد اللي محرك وانما منطبقه مع لدائن ديال نفس الشخص اللي هدي آمونس وما كيقلبو عليه شوف الصدفة كيدا يعرف يعني الشخص اللي هو ما كيقلبو عليه هو نفسه راجل هاد السيدة اللي جا تقدم بلاغ بالاختفاء ديال الرجلة يعني راجل ها مش هو اللي محرك وانما هو اللي كيقلبو عليه البوليس يعني زر الفاتو غيب الفن بلا ما تعرف الاسم ديال هاد الشخص هو آناس في العمر دياله 34 عام عنده شركة ديال الدعاية وديال الإعلام البوليس من اللي توصلوا بهذا المعلومة عاودوا استدعاوا السيدة هاد مراته هاد استدعاوها عندهم مركز شرطة وبدأوا كيستجوغوا فيها قلوا لها لا لا امتى اخر مرة شفت راجلك جاوبتهم وقال ليهم اخر مرة شفتوا وقال ليهم كان غادي لواحد بلاسة سميتها تخين هاد البلاسة على شكل واحد الغابة قلت لهم اراجلي بحكم السرس اللي كيعيش مع الخدمة فهو مرة احتل جوج مرات في كل 15 يوم كيمشي يخيم شي ليلة ولا جوج في ديال الغابة يعني كيمشي مكدمة لا تليفون لا تشي حاجة وكيمشي كيخوير راسه من كل شيء وكيرتح قلت راكسة ياخد نفس دياله عادي كيرجع للخدمة عادي قلت لهم نهار السبت خرج بالعشية وقال لي من اللي الغد له اللي هو الحد راكسة يرجع في الصباح فهو من اللي مجاش قلت مع راسها وقيلها زاد شي ليلة أخرى ولكن من اللي وصلت الاشياء دياله نهار 2 و السيد ما زال ما بان أنا مرة تدخل هشك قررت بجي تقدم بلاغ بالاختفاء في هذه اللحظة البوليس من اللي ورّوا السيدة واحد صوارة من تسجيل كاميرات المراقبة اللي خضوها من الشارع اللي جاء فيه الوطيل يعني الوطيل اللي يلقوا فيه البنت اللي تقتلت اسميتها ويصب من اللي والقاء اللي يقدرنا عليه سولوها وجهة تصويرها ووجهة الراجل كلا لا جاوبتهم وقالت لهم ايه هذا هو راجلي ولكن شكون هذا البنت لي معه البوليس هنا من اللي عودوا لها القصة كاملة ديال هذا البنت وشنو كان تكدير وجبها اللوطيل هي وراجل هذا المرأة اللي قدمت بالها على المرأة تصدمات عرفت السيدة بنت الليل وراجلها مع راجلها داخل بقا تكتئكد البوليس بللي راجلها اللي عمرها دهر راجلها عمرها ما حصلت عليه شي حاجة يعني راجلها ما عمره خانها ولا حصلت وكي هدر ولو في التلفون ما عشي واحدة اخر هنا البوليس سولوها وقالوا لها كيفاش كان تصرفته ديالو معك يعني هاد السيد واش عمره تدعليك ضربك عيرك تكرفس عليك اليوم لا بالعكس السيد من ديما ووحنين فيها الدرجة انه حتى صوته عمره مع الله عليها السيد بنتنا غير الاحترام المهم المحققين من اللي سلو معها السجواء طلبوا منها باش الى رجلها اللي اسمته اناس حاولي تواصل معها باي شكل من الاشكال تعلمهم بالبلاصة اللي هو فيها وتعلمهم في ذاك الوقت بالضبط من بعد خلاوها تبشي بحالها ديك ساعة خرجوا امر بمراقبة التليفون الشخصي ديالها وديال ضرحته من غير هاد الشي يراقب وحتى المنزل ديالها 24 ساعة 24 وسبع ايام من خلال هذه المراقبة المحققين كيف يلقوا بالليدك النهار واحد الرقم التصل بهذه السيدة جوش المرات يعني غير خرجت هي من عند البوليس وما زال ما اكملت حتى ساعة المقانة وهو يتصل بهذه الرقم هذا البوليس من بعد ما قلب ديال من هذا الرقم لما تابع لقى هذا الرقم ديال واحد شبير مارشي صغير هذا مارشي جوز الوحد الستاسيون ديال ليسونس احد محطة الوقود الستاسيون كان في منطقة اسمتها كارتا واحد منطقة الاخر ديال اسطنبول من الجهة الاسيوية البوليس من توصل بهذه المعلومات هذه ساعة الزوم طموبيلة ديال السربيس ومشاو لهذه السوبر مباشرة مباشرة عند سيد الليخ قمت مباشرة صورة المشتبه به ديال آنس سول واش جا عندك السيد ساعة الفلال الفلانية النهار الفلال الفلاني وهضار من التليفون ديال المحل ولا لا قال لهم ايه السيد انا عقل اللي جا عندي وطلب مني بشي دووز واحد المكالمة مستعجلة حيث راه تعرض للصريق واحتمل الحالة دياله كان باين مكرفس قالوا ليه المحققين واخ واش تقدر تقول لنا شنو سمعت من المكالمة اللي ده النعية تحدك شنو كان يقول جاوب بأنه غيب الصدفة اسمع شي حاشا المهم في اللول كان يهضر في التليفون بشكل عادي واحد شوية بدأ يغوض ويقول اه شنو هات تخرب بقاعدة قل لهم والحسب الطريقة اللي كان يهضر بها بين يهضر مع مرأة المهم هذا مرأة يمكن من اللي بدأ يغوط عليها خطعت عليه التليفون تكش عاود تصل بها وبدأ يقول لها اين بوليس اين اقتلاع اين كذا وبقى يقول لها وش كون هاذ ويصال باش عرف باش عرف تنا قل لها انا سرق لي البرتابل وصرق لي حتى موبيل وذلك الشي لم لقيت لك نجي ولا لك نعيط لك السيد ديك الساعة اطلب منها ما تقول حتى شي حاجة حتى شي واحد على هذا الاتصال هذا لدار بيناتهم حتى يعرف شنو غادي دير ديك الساعة قطعت تليفون المحققين هنا راقبة اللي كين الداخل ويبير يوم تال اللي كين على بره من المحققين طالوا للتسجيد للكاميرات من اللي فرغوهم غادي تأكدوا من انه فعلا هو نفس الشخص اللي كيقلب إليه هذا الشخص اللي اسميته اناس في الول هاد اناس وقف بطموبيل كحلق ولكن ما نزلش من الجهة كان معه هو اللي كان صحيح المهم اناس انزل من الطموبيل امش اهدر في التليفون في السيبر مارشي من بعد ارجع اركض الطموبيل ويزيد في حالته المحققين هنا من خلال المطريقين جابوا الاسم ديال مول الطموبيل مول الطموبيل يمكن صدق هو واحد السيد اسمي سامير العمر دياله 28 عام اجدروا البوليس استدعوه لمركز الشرطة باش ياخدوا الاقوال دياله ياخدوا الايفادة دياله احتاوه فعلا السيد جعل اول حاجة داروها مع البوليس اول حاجة داروها هي يورروا التصوير ديال الاناس سولوا وقالوا هاد سيد هذا اللي في التصوير واش كتعرف ولا سامير في البلاصة اتعرف على مول التصوير قلهم ايه كنعرف البارح كتغالي شط طريق حتى اخرج كشية اللي بيديه وكيدر التصوير من اللي وقفت له قل راه هجم علي شي شفار ورا الدولي قاعد كش اللي عندي وطلب مني الى كان ممكن ان وصل غير ش ستاسيون باش يصوني المرات ويعلم ها مش المحقق قالوا الوخص من التي تشد الطريق ما الهضرة التي أردت وعلى كيف تهضر وعلى هذا السيد الذي اسمته سعود لك شي او لا سامير قال لهم لا احنا من بعد ما خرجنا من الاستيان دي قل اضعني في واحد البلاسة اسميتها بيج دي كيوي صافح تتم سلمت عليه بسلامة ومشيت في حالات البوليس هنا يجب راسهم باللي احتل استجواب مع السيد الذي كان مع آنس خاوي مفادهم بحتي شي حاشر طو موبيل تو الذي يتبع ها سرقت له التليفون الذي يقلب فيه هو مش البطاقة البنكية التي قلب ها الذي لم تستعمل ها شقع ما سيقوم هنا البوليس فضل حضر سيضع واحد احتمال واحد النظارية الواحد إذا كان يقلب عليه البوليس وفي نفس الوقت تعرض للصريقة يعني رمع عنده يجيب احترية لا باش الديبلس ولا يمشي لشي أوطي لتخباه فيه وبما أن أنا طلب من السيد اللي اسمي تسامير يحط في واحد منطقة محددة إلا وأنه ناوي يمشي تخباه عند شي واحد يعرف ساكن تم ناوي يمشي ولا يأخذ من عنده الفلوس يمشي لبلاس أخرى يعني شي واحد يساعد في منطقة اللي يضع فيها فعلا المحققين من بعد ما دلوا التحريات دي متوصلوا بأن أناس عنده واحد صاحب والروح بالروح عايش في نفس المنطقة من بعد وقت قصير البوليس قدروا ويتوصلوا للعنوان دي لها دخينا هذا صاحب أناس وقدروا يمشي عنده حتى الدار أمشاوا البوليس للدار دي صاحب أناس أبقا وكيدقوا في الباب أبقا وكيدقوا وكيدقوا شي خمسة دي البقائق ومات ما في الباب عاد كيحل لهم السيد السلام عليكم وعليكم السلام السيد غيشة في البوليس وهو يتزير قل لهم أمدرا لقيتوا أناس ولا ماذا البوليس قالوا لهم كيف عرفت باللي أناس غابر وباش عرفت نحن جايين كنقلبوها لأناس جاوبهم وقال لهم باللي راه مرأة أناس هي اللي اتصلت بيها وقاتلي هاتش قاتلي راه أناس كيقلبو عليه البوليس وهو غابر المهم في الوقت للبوليس يجيبوا مع السيد في العضرة واحد شوية يبليهم في الطابلة صالوا جوج كيسان القهوض وما يسغلوا الدري قالوا لهم ما معك شي حد فطار هنا قالوا لا قالوا واخ ممكن نفعل شي يطلق على البطار يطلق بعينينا لا سنفتش لا سنقيص لك شي دخلوا نشوف بعينينا ونخرجوا بحان السيد يجيبوا الادن بالتفتيش للدار ويجيبوا مرحبا بيكم وما تشاولوا ما عرفوا ما عندهم وفي يديهم فهذه اللحظة البوليس من الذي كان يحاول يقنع السيد الذي رأيه ما يريد ويجيبوا على الدار وما يبرجطوه موال حتى يسمعوا زيز على بره بحال شو ينقذ من شرجم من الداخل البر يعني كان في الضار وعرب الضار الذي كان في السيد كان في الطبقة الأول البوليس سمعوا الصوت ينقذ ويجيبوا ينقذ واحد فيهم يجري يمشي التم لكي يحاول يشتد هذا واحد ليس من التم والآخر ليس من الجهة أخرى السيد يجري والبوليس يجري موارح هنا نجري والدولة المغني أبقى يجري موارح ومخلا بهم تدرب مخلا بهم حتى زنق يعني ما شده البوليس احتش حفهم ديال بالصح فشده ألقوا فعلا هذا هو أناس اللي يقلب عليه في التحقيق مع أناس السيد لا يعترف بحتى شي حاجة أي سؤال يسول المحققين يقول لهم أنا ما درت والو أنا ما عارف والو حاولوا معه على أساس أنه إذا اعترف فهذا سيساعد في المحاكمة ولكن والو السيد راسه قاسع يقول البوليس رانا ما دير حتى شي حاجة أرى يغير مني قالوا لهم للتبارئ لماذا هارب لك لا تدير لا تخاف لماذا هارب قالوا بالصراحة أنا من المرسي باللي البوليس متهم مني في قضية قتل وراهم يقلبوا على اليد خفت وذلك شعلة شهربت قلت ما يجي ويكتشف الحقيقة تعال نكون ندوز عام وعامين في الحبس قالوا أنا هذا النهار الذي هو السبت ومشيت لكي ندوز ليلة في الغابة ومن فقط ألقيت راسي تسرقت ما سرقني الله أعلم السيد القراث ما عنده لا موبيل لا تليفون لا حتى حاجة وحتى الطريقة التي تخرج من الغابة لا يبقى عقل عليها قاعد يتمش من هنا ويحس برجليه لا يبقى هالزين يقول وجدوك شفارة دالوا لي شي حاجة يعني واش كلا شكين للناس ولا شي حاجة أخرى المهم السيد من اللي طاع عليه اللي ومالقاش الخرج أنه يدوز الليل الثاني يتم في الغابة فيما وصلوه رجليه بقى تطلع النهار التالي اللي هو الثاني عاد ناد الثاني يقلب على من يخرج قال لهم أنا مولف نجيل الغابة ولكن ذلك الليل لم عرب توقع لي عيش ونعست ومن الليل فقط ألقيت راسي في بلاسة أخرى بلاسة التي لم تقريبا 12 مصور الوحدة قال معها لقيت واحد الطريق ومن لقيت الطريق شيرت الوحد السيد وهذا خينا الذي قام الأتوستوب وهو الذي يوقف وهزني ووضعني معه النيت قال لهم وصلنا الوحد الستاسيون لكي نصوني إلى مراتي ونعود لها لكي نوقع عليها لكي تعاوني من التي صنيت عليها اتهمتني بالخيانة الزوجية وقلت لي رأي البوليس يقلب عليك ما في المقا هو يشرح لها يقول ما بنت ويصال 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 قال لهم أنا خفت وذلك الشيء لكي هربت في هذا الوقت هذا البوليس أقول لها تصوير البنت التي سميتها ويصال وسؤال له ماذا تعرف هذه البنت ولا الا السيد قل يتمتم كان أعرفها لا لم أعرفها قال لم أعقل ويصال لم أعرف البوليس تصوير عليها الدم بدأ يغوط عليه قال لم هذه البنت اكتمعها في الليلة السبت ولا سؤال واضح وصريح وإجابة وصريحة قال لهم أنتم هو أنس لكي نجيكم الصراحة في الليلة السبت كانت معي وحد البنت ولكن رماش هذي اللي كانت معي كانت معي وحد البنت آخر قال لهم مزيان هذا ما لم أعقل على واجه هي هذي ولا لا يقول لنا أنت كل مرة في السمان تقول لمرتك لأن سألغاب وأن تمشي تلعب بذلك أن تتعيش حياتك وكتقول لأن سألغاب سترس فيها كذا كذا فهذه اللحظة السيد تبقى هذي يدور في عيني أنا مش هذي نقول لكم الخير الذي سألغاب فيها هو أن تقول لمرت حتى شي حاجة السيد مهام ما قال البوليس خلعه مرته كثير من المخزن كثير من الحبس المهم من البوليس من السمع الأقوال آنس طلب منه إذا بغاهم يتيق بالصح رخص يوريهم البنت اللي كانت مع هذه الليلة لما كنت مع هذه وقل ما من كنت اليوم الصراحة البنت اللي كانت مع هذه الليلة ما كان عرف ها لديت مع ها لتلوز مع هذه الليلة ومن بعد نتفارق ولكن من اللي كنت صهراني محست تبراسي حتى فقط تلغت لي في العيشية ومن اللي وعيت براسي لقيت ها كشطاتني لديت لي كل شي لدي الطموبي البورطابل واحتم صباته واللخ ما خلقته لي البورطابل لانا ما كان استعماله في الخرجات كان نضيفه ونضيفه هي مع فكيد رات تطاحت عليه والذات قال لهم الحاجة اللي متأكد منها هو ان هذه البنت رمه كان بوحد ديها 100% كان معاون شي واحد حيث أنا من اللي نعست نعست بلاس ومن اللي فقط لقيت راسي في بلاس اخر النهار اللي شدوا فيه البوليس اناس وقد يحقوا معه في ذا النهار سيأتي بالله اللي عاو ثاني لقوا واحد البنت نصفين هاليها في واحد جرد من اللي مشا ويشوفوها لقوا احتها البنت احتها هي من اللبس ديالها ومن الماقياج ديالها بين انها من البنات اللي لقوا احتها هي مربوطة بنفس الطريق واتها من ديور لها سكوتش على فم ولكن في المعاينة الاولية على هذه البنت من طرف الطبيب شرعي قال بأن هذه البنت ماتت بليلة واحدة قبل ما الشرطة تلقي القبض على آلاث يعني كانت ماتت وهو عندهم مشدود كان ما يبقى شك فيه يقول شي حد آخر ولكن هذه ماتت بليلة قبل ما تشد الشرطة ماذا سيكون ملف الفعلة من المئة هو البنت لقوا مضروبة ومربوطة بنفس طريقة واحد ذلك السكوتش الذي مصدود به الفما الذي يقلب ه حتى هو لقوا فيها الآثار الريق ضده ولكن هكك ما يكون هو القادر تبعوا معه شكون من غير آناس من يقتل أكيد هو الذي يقال في البنت هذه حالة أما القصة كان مخيم في الغابة والتسرق وهذا سيناريو غالبا هو الذي اختار المهم البوليس من بعد ما اشتركوا الجد البنت لقوا واحد ها ساكة من الذي قلب لقوا وقال لهم حتى هذه لم اعرف ها حتى هذه لم اشتركوا مع المحققين ويضغطوا عدده والتسرق وكل شيء العلمي كل شيء كتبت بأن انت هو القاتل لم يبغي اشترك هات جيل الكاميرات التي اكتفي ها انت كابين ها وجهك انت والسيدة اللي اسمتها ويصال بالاضافة للدائن لدليل العلمي ما لديك لا تقول فيه فهي اعترف حسن لك السيد من اللي اسمع القادية تجيل الكاميرات قال لهم هنا كاميرات عود قال الكاميرات ديال اللوتيل اللي كتي فيه والروا تصور قال له ها انت خاص كشي دلي كتر من هالشي هذا ماشي اناس اناس غير شاف رأس في تصوير ويت تصدم ولكن مع ذلك بقى ينقرو يقول لهم هذا ماشي انا اود اتصوير قدام ها انت غادي مع السيد قال لهم ماشي انا هي ماشي انا قال لهم السيد رأكيش به لي بالصح ولكن رأكي ماشي انا قال لهم انا فاش مشيت نخيم نهار السبس كتلابس نفس اللبس اللي اعتقلتوني به اليوم اما ها الشخص اللي مصور في الكاميرا اللبس اللبس اخرى كما كتشوف قال لهم تقدروا تسولوا احتمراتي وعد تقول لكم ها شنو اللبس في ذاك النار ها ها هم الحويج اللي خرجت به من دار من ذاك النار الشرطة اعتبرت هذا شي ماشي دليل على باراته السيد كيف كيف بوصافي قدر يكون بدل حويجاته وعد خرج السيد ابقى شد في الانكار دي اعتار في هذا الرجل انا مادر اتشح انا واحد من المحققين هو الوحيد اللي بقى ساكت ويشوف واحد شوية سؤال انس قل له شحل عندك ديال الخوت جاوب انس وقال لي ما عرفتش انا غيم ربي اني والدية من اللي كتصغير جابوني من واحد الخيرية من واحد الميت قال لهم ولكن واحد الحاجة بقى مرسومة في بالي من الصغر من اللي كتصغير بقيت عقلة لها كتجيني بحال واحد صغيرة بين عيني بحال الى كان عندي شي خوية تويم ديال وحت الوالد اللي ربوني قبل ما يموتوا ويقولوا لي لا انت غي كتخيل ديك سأسولوه البوليس اين ميتم كنت تعيش به قال لهم انا ما عرف اين ميتم المحققين من بعد ما داروا التحريات ديالهم توصلوا للعنوان ديال هذا الميتم من خلال والدية يعرفوا اين ميتم جابوه الميتم كان في واحد من طاقة سميتها ايوب سلطان الشخص اللي اسميته اناس لقوا فعلا عنده واحد الاخ تويمي دياله اسميته انيس اناس وانيس اناس واخوه تزادوا وهم يلا عندهم سبع شهور سبعين الام ديالهم في الولادة ديالهم ديالهم توفت توفت مباشرة من بعد الولادة وهذا شي كامل كان بسبب العنف اللي تعرضت له من طرف الزوج وانيس مشل حمس المرأة مشت القبر والدولة سيفطت الولادات الميتة بقى اناس هو تويمي دياله وانيس تقريبا شي 65 وهم تم في الميتة عايش انت عادي من بعد جاءت واحد العائلة تبنت اناس اما انيس بقى تم في الميتة احتى ولت عنده 18 عام بعد خرج منه المحقيقة التي تصل بهذه المعلومات بدأ يقلب ها لها الانس فين كاين شنو كايدير شنو خدمته فين عايش مع من عايش ولكن ما لقوا عليه حتى شهاش حتى معلومة مكين عليه فهذه اللحظة لكي المحققين تكون عندهم نظرة شاملة على الموضوع استاشروا مع الطبيب الشرعي وصولوا قالوا له زيما جوج خوت ستويميين واش عندهم نفس لدئين واش كيكون لدئين متشابه ولا نفسه ولا مختلف الطبيب قال لهم اه ولكن بالشرط إلا كانوا توأم حقيقي متطابق يعني يكونوا مجيما واحدة أما إلا كان توأم عادي لا ما يكون عندهم نفس لدئين ديكس كل واحد يكون عندهم لدئين ديال المحقيقين هنا من اللي اسمعوا يميزوا ما بين هذا الجوش يجبون يعرفون كل مصائب هذه كحلة هذه كحلة لكي يجبون يعرفون موان الفعل كون هذا القاتل المتسلسل الذي يدعو ضحايا دياله عرفوا أن البصمة هي الحاجة الوحيدة التي تكون مختلفة ولكن المشكلة هنا في هذه القاتل لا يحتاج بصمة وحتم السكوتش الذي لقوا على البنت ما فيه تبصمة وأطباء من الذين جمعوا وقلسوا واحد المحققين وقلوا يتناقش ويتشاور على هذه مسألة هذه قلوا بللي كان طريقة التي نقدر نخرج بها البصمات ولكن النسبة للناجحة لها الطريقة هي نص بالنص 50% قلوا ممكن نعرف البصمات إلا القاتل خنق الضحية بيده إلا خنق لا يكون لابس الليقات رأي ممكن لنا ناخد البصمة من الجلد الضحية يعني من العنق نعرف ما كنا هو ولكن هذه طريقة تأخذ لهم كثير الوقت يدعون فيها كثير الجهد وكثير التقنية وشوف تصدق أو لا تصدق المهم هذا الذي نعود لكم هو قاع في 2008 هذا بدأ بالعلم التطوار وتوصل واحد طريقة اسميتها لبيجينيتيك استخدام هالطريقة هذي يمكن لهم يفرقون بإلا الدعين أدي التوام وخيكونوا التوأم حقيقي متطابق 100% من نفس المشكلة وكان بالزاب الحواج اللي قدر يتوصلوا لهم غير من خلال هذا لبيجينيتيك لكن المشكلة هي أنه لحد الآن كان ينشي دول دابة بنت باقي ما دخلش عندهم هذي العلم الحييز التطبيق يعني باقي ما بدوش كيستعملوا هذي شي بشكل رسمي في التحقيقات ديالهم المهم المحقيقين من اللي يعرفوا باللي الطريق ديال البصمات غادي يدي لهم بزاف ديال الوقت وحتى من المتهم يقدر يصطاد لي شي فارس أخر قالوا نخلي الأخصائيين اللي غادي يخرجوا البصمات نخلي يديروا الخدمة ديالهم عادي ونحاولوا ناخدوا شي طريقة أخرى شي بيست آخر المهم المحقيقين قالوا بما أن آخر بنت قتلات من طرف هذا الشخص هذا رأى ملقوا الهوية ديالها ونقوا حتى البلاصة اللي كتسكن فيها قالوا علاش اللي ما نمشيوش دارها لمشيو في علا دارها فش مشاولتنا ألقوا وغي واحد البنت اللي ساكن معها المحقيقين من اللي قدموا رأسهم من اللي عرفوا براسهم عند هذه البنت هذه سولوها قالوا لها إمتى آخر مرة شفتي فيها زهرة جاوبتهم البنت أشكون زهرة عود البوليس لم يفهم ولكن في الآخر توصلوا أن هذه زهرة تسكن مع البنات ولكن لم تعطيهم الاسم الحقيقي دائما تقول لهم ما اسمتها ميموزة قالوا لها البوليس ما تعرف الزهرة ها صحبت زهرة ولا ميموزة ولا تسمى الذي يريد تسمى من يمكن تدبر على الموضوع من الموقع الإنترنت من موقع الإلكتروني ما اسمت هذا الموقع الإلكتروني الله أعلم المهم البوليس هنا خذوا الكمبيوتر ومن خلاله قدروا يتوصلوا لذلك الموقع الإلكتروني اللي كانت دخلوا زهرة وتدبر على الكلية هذا واحد السيد في الانترنت اللي فيه غير البروفيل ديال البنات اللي خارج الطرق لقى واحدة زهرة دائرة بروفيل ديالها دائرة واحدة صويرة الماء ماشي تصويرة ديال وجهها وإنما غير صويرة معبرة لذلك شريك الدير وحط قاعد المواصفات ديالها البوليس هنا من اللي بدو يقارن المواصفات اللي حط زهرة مع المواصفات ديال البنت اللي اسمتها ويصان غادي يلقوا عندهم نفس المواصفات بالإضافة أنهم غادي يلقوا بأن آخر محادثة درد زهرة كانت بينها وبين واحد الشخص وفي هذه وفيها واتفقوا حتى على الساعة واتفقوا على التمن من اللي جاءوا البوليس يشوفوا في كين هذه البلاسة يلقوا ها نفس البلاسة اللي يلقوا فيها الجد الزهرة هالشخص دائر في اسمية البروفيت دياله بوا 73 المحقيقين من اللي توصلوا بهذه المعلومات طلبوا من الخبراء باش يقلبوا لهم على الادرس اي بي اديالها تبوه خاصوا ما يعرفوا من اين بلاسة كان مكونيكتي ولكن لأسف لقوا هاد الادرس كل مرة كانت تبدل فضل اللحظة البوليس قالوا بما ان البنات اللي كي استادهم هاد الشخص هاد عندهم نفس المواصفات ايجي نسبقوا هاد خينا بشي خطوة القد يعني ما دام نفس المواصفات كيتعود الا والضحية الجديدة يكون فيها نفس المواصفة ايجي نحاول نعرف كيف ضحية اللي جاية شنو دالوا البوليس هنا شدوا البروفيل دي دي الزهرة وبدأوا يقلبوا في الموقع على ما هم البنات اللي عندهم نفس المواصفات و نفس الاقتراح من بعد بحث طويل البوليس توصلوا انه ربعات البنات تقريبا عندهم نفس المواصفة ربعات البنات يقترح نفس الحواج البوليس هنا ابقوا يبحثوا يقلبوا ومشاوا عند هذه ربعات البنات وجابوه وبدأوا يستجوبوا فيها سولهم واش عمركم هضرتوا في هذا سيت مع واحد سيت ميت ابو وتلات وسبعه هنا البنات كلهم قالوا من غير وحدة فيهم وحدة فيهم قالوا مية قالوا ما حال هذي هضرت معه ومن تم وهو يطلب فيها كل مرة كان يطلب وقيت لكي نطلق ولكن لا يكتب لماذا حيث أنا مضغوطة بالخدمة ولكن مؤخرا عاود نتفقد على أن نطلق من هنا وحد اليوم شوف الصدفة كيف دائرة قالوا لهم نطلق بالليل في واحد لغابة صغيرة هذه لغابة جاءت واحد جردة الألعاب سؤول المحققين قالوا لها وصفتي لها تصويرتك ولا شي حاجة بحال هك قلت لهم لنا البوليس هنا من بعد ما صرحت البنت بهذه المعلومة هذه خبروها بشنو كاي قالوا لها تسيد لا تلاقي معه ركن عايز فيها وطلبو منها باش تعاون معه باش التي ستطلق به لق قالوا لها خطور عليها وما بغوها تبقى تهضر معها تبقى على تواصل عادي معه غيد بدم أعطاها الساعة التي ستطلق به فيها فعلا البنت الغد ستخبر المحققين باللسية ستتواصل معها ورادر معها مع الوحدة التي ستطلق في نفس الجردة المحققين هنا ما كان الخطة له جاء واحد البوليسية خطيرة خطيرة في فنون القتال لبسوها وقوموا لها مكياج زائد شوية بأنها بحل شي بنت خارج الطريق بنت الليل وسط الحواج لها واحد الميكرو لكي يراقبوها يتبعوها يشوفوها في وصل الحوار طبيعة الحال تفقوا على البلاس التي ستلاقي فيها خين خاصة تكون كاملة مطوقة بالبوليس ولكن بشكل سري لكي يحسوها يحتاج شيء وليس فعلا في الوقت المحدد البوليسية كانت وقفة في البلاس التي دار معها السين فيها من بعد خمسة دقيقة قعاد جاو هذه الناس عادة من التي تلاقي عن طريق هذا الموقع للانترنت لكي يقدروا يعرفوا بعضياتهم يعني واش هو هلا هيا ولا ماذا كانوا يفعلوا كي يكون بناتهم واحد كلمة السر كل واحد فيهم يقول الاخر يعني اسمية اللي داخل بها هذا نيكنايم بروفيل ديال اللي كين فهد السيد البوليسية على أساس أنها بنت اللي لقاتل الاسم ديالها وحتى قال لها الاسم ديال اللي هو بوات تاسبة المهم اللي يتأكد أن هي نفس البنت اللي كان يشاطي معها قال لها تبعيني كانت يهوخ وتبعته هو ما غيد دخلوا الغابة بغي وصلوا الواحد البلاثة مضرب قليلا وهو يشدها من شعرها وبدأ يضرب فيها ولكن هي ما كان من العاكزين سيدة مترينية مزيعة دقة فيه دقة فيها ضرب ضرب ايا كدرب وجوج البوليسية بطبيعة الحال يأتي ويدخل يعني صعب يدبرها شركة ما جاء فيها يوصل لها حتى وجاء البوليسية كافية على وجوه وكانت صاوبل في المينوط سيدة قاد قاد قدرت المينوط واحتدك الحبل الجبدات والحبل اللي كان عنده تم بشير بطها على اساس بي والسكوتش اللي جاي موجد وما حط هم حدا فعلا بعد الاعتقال دخينا المحققين سيتأكدوا من أن الشخص هو أنيس يشبه نيشا للأنس توأم حقيقي دياله بقوا مع البوليس عطار فالسفلان لما معتعرف قول الحقيقة رحنا مع تقنيك في حالة التلبس يقول لي والو أنا ما در تشيح أنا كتخاج أنا و هالسيد هذه حتى تجمعت علي أنتم واجهو بالفيديو اللي بان فيه هو ويصال مداخلا لديك الوطيل يقول له هذا واشنطا ولا ماشي انت السيد يقول لهم هذا ماشي أنا الذي في الفيديو الذي في الفيديو دير كاسكتا أنا لم يكن كاسكتا قال له أخي سيكون هناك نهار فلان 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 كلهم نهار فلان كتفضاري واذا عندك شواهد إثبات على هذا اللي تقول لا إذا ما عندك ستقوم بفعل في هذه اللحظة أنس بدك يغوت بدك يحيح يقول لهم لا ما شي أنا التوأم هو الذي يدير هذا ويريد الثقافية المحققين هنا صافي جاءت هم الشقيق نفس المسلسل يتعاود نفس الهضراء اللي يقول ها أناس يقول ها أنس شي يتصقف شي يعاود يحق مع أناس السيد ولا ما بغيش يعترف يعاود يحق مع أناس كذلك ولا من اللي شاف هم احت واحد فيهم ما بغي يقول الحقيقة دالوا لهم مواجهة مع بعض ديتهم جاب هم جوج جمع هم وقال لهم شوف عندكم خمسة دقائق ناقشوا بيناتكم هضروا بيناتكم وفي الآخر واحد فيكم روم الفعلة يعترف ويهنينا إذا المناقش ما بين هات جوج توان كتب حال شي حاب واحد يعرف الآخر أناس يقول لخو أنت هو السبب أنت اللي وصلت لهذا الحال أناس يجاوب لا أنت هو السبب في كل أناس يطلب في خو ويقول عاف لا ما تعرف أنت اللي قدرت هات شي رأي تخرج لي على حياتي وعلى عزيز عليك تكون أنت هو الشخص المميز أنت هو الشخص اللي عنده الزهر حتى النهار اللي جاو عزله بنا تذيك العائلة عزلك انت وانا بقيت نكرف مفدك الميت ومعمرك جيت سولتي فيها ومعمرك جيت تطليتي عليها وداب دائرها كدراتك وجيت بها فيها المهم بقوها كيف تنقش مع بعض اياتهم احتوي لو بغني تضربه في الاخر وحد بغي يضرب الاخر ولكن في الاخير احتوي واحد فيهم ما بغي اعترف المحقيقين هنا في هذا اللحظة من شو لو خايفين غير من ان القادية اذا مشت تحت تحول المحكمة فبجوج هم ستتلق الصراحة لهم لعدم كيفية الأهدي الله يعني هذا الفريق الطبي واش قدروا يتوصلوا البصامات ولا توصلوا لشي حاجة ديال الخلق اطباء جاوبهم اللي حاولوا يخرجوا البصامات من الجتة ديال ويصار ولكن للأسف ما قدروا يتوصلوا لحتى شي حاجة ذا بغادي يحاولوا مع الجتة التانية ديال الزهرة اطباء في هذا الحالة شنو كيدلو هنا كيجيبوا خليوا واحد مدق سير عاد يحيدوا النيلو من بعد البلايس اللي فيهم البصامة توليك حلقة بعد ما يتوصلوا مع البصامات القرص بصمات الصبات والرواية الطموبيل في هذه اللحظة تتصور البصامة وسيفطوها المختبر الجنائي وعاد يبدو يدري المقارنة بالبصامة التي لديها وهذا الآخر من خلال الصور بما أن البصامات تخادوا من الجسم الإنسان يكون صعيب تخرج بشكل دقيق وذلك الشيء يمكن تأخذ لهم بزاف ديال وقت خصوصا أن الجثة نقلت المركز الطب الشرعي وتمت المعينة من أكثر من شخص يعني يمكن أن يكون واحد قاس البصمة وخصرها قاس ها لا يمكن يطرف منها وكتصعاب المأمورية يعني بزاف ديال الحواج كيصحبوا اليوم القادية بشي توصلوا البصمة الحقيقية ديال ملفعلة ولكن وخهض العرقي الكاملة في الآخر من اللي قارنوا البصمات ديال تصاور اللي خدوا مع البصمات ديال بتوى قدروا يتوصلوا لشكون هو ملفعلة إنما يقارنوها مع البصمات ديال توركية كام قارنوها مع الجوج يعني من بعد الضغط ديال رجال الشرطة عاد استسلم وعترف وقال لهم بأنه ولي دراد شي كامل آنيس عامونس هو البنت اللي تلاقى معها في الشارع من اللي يديها معها كيصفيها من اللي يسلم من اللي سالم البنات الشارع دازل هذا سيد الانترنت باش تسالع المأمورية آنيس من اللي داول وخوه من الميتم وبقى ببحديته التعقد المرات اللي لقاشنو الحل ديالله باش ينتقب من خوه اللي مججاج سقول فيه قاع الحل اللي عيش فيله الغليل ديالله داك الحقد اللي كان في قلبه من جهة التوأم ديالله وأنه يدخلوا للحبس يغرقوا في الحباسات اوام اللي تعرفت الحقيقة ناس حلف باش ما عمروا ما ولكن البنت اللي سرقعته مقدره يتعرف لها شكونا هي أنيس من بعد الاعترافات ديالله تحكم عليها بالسجن المؤبد أما أنس طلع براء الحلقة دياله النار وصلت للنهاية دياله ولكن واحد السؤال اللي نظن الأغلبية فيكم سيكون طرحو على رأس هو لماذا أنيس كان يختار نوع من البنات بنات اللي عندهم نفس المواصفات وكيقدموا نفس الاقتراحات الله يعلم يالله نشوفكم في الحلقة الجديدة إن شاء الله يبلغوا ما نختمه ضروري نسمعكم الدعوة ديال الخير اللي يولفناها لا يكتب لنا ما كاتب الخير لا يخرجنا منظر اللعب اللعب الله يرزقنا حسن الخاتمة الله يجعل أخر نحسن من أولنا ويجعلنا خفاف فضراف لأقلوبكم وخوتي إخواتي دوسوا بخار ومتقا ومتقا إن شاء الله في نفس الموعد صلى الله